اشتركوا في القناة حين قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وأحياء هذه المناسبة فرصة للانتفاضة ضد أهواء النفس وطغيان الظالمين فليست الشعائر الحسينية هذه إلا عمطارا خيرة تغسل القلوب من أدران الانشغال بالدنيا عن الدين والانشغال بالمصالح عن المبادئ والانشغال بالولاءات الباطلة لحاكم هنا وأمير هناك عن الولاءات المطلقة الحق التي لا بد أن تكون لله ولرسوله ولأوليائه فعشراء أفضل فرصة لإيقاظ الظمائر التي هجعت نتيجة تراكم آثار الخنوع للباطل والخضوع للذل والركوع للطغيان ترجمة نانسي قنقر